تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد على قناة سيلبي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى عشان هيك دائما بقولكم اشتركوا فيها اللي بيحبوا الأفلام وتحديدا الأفلام المتعلقة بكرة القدم أكيد ما رقوا على فيلم اسمه Escape to Victory أو فيكتوري اللي وحدها الفيلم اللي من سنة 1981 تمثيل سيلبيستر ستالوني ومايكل كين وتمثيل لعبين كرة قدم هما بيلين وبوبي مور فيلم اتدرب عشانه سيلبيستر ستالوني فعلا كرة قدم عشان يفهم اللعبة ويعرف يطلع شخصية لاعب كرة القدم بذلك الفيلم فيلم بتدور أحداثه في باريس أثناء الاحتلال النازي لفرنسا وبتكون في مباراة بين مساجين تحت الحكم النازي أمام فريق من الجيش النازي هذه القصة مش من خيال مش مجرد خيال بل هناك قصة حقيقية ألهمتها لكن تلك القصة الحقية ما كانت أبدا عم بتصير في فرنسا بل كانت عم بتصير في كييد بأوكرانيا وتلك القصة هي قصة مباراة الموت فهي بفعلا بنيت على حدث صار أو خلوني أقول تقريبا صار قصة مباراة مستحيل ينساها الأوكرانيين قصة مباراة مستحيل ينساها تاريخ الإنسانية ولو اختلفنا على بعض تفاصيلها وأحداثها بس خلينا نتفق من الآن إذا وصلت لهون وبدك تحضر معي بدك تكمل القصة للنهاية عشان ما تروح بنص حقيقة وبالغلط تروح ناشر خرافات أو معلومات غير دقيقة أصبروا واصلوا خلينا نصمد لنهاية الحلقة سوف نصل لما أطلق النازيين عملية سميت بارباروسا بالتعاون مع حلفاءهم لاحتلال الاتحاد السوفيتي قدروا يسيطروا على أوكرانيا في عام 1941 بمنتصف تلك السنة كانت أوكرانيا تحت الحكم النازي وحسب موسوعة بريتانيكا بيقولوا أول ما يجوا النازيين واحتلوا أوكرانيا الأوكرانيين فرحوا لأنه الحمد لله خلصنا من الاحتلال السوفيتي الحمد لله خلصنا من محاولة الروس مسح هويتنا وذلك الكلام حسب الموسوعة ولكن حسب بريتانيكا نفسها هذه الأحلام تبخرت بسرعة أشهر قليلة أدرك الأوكران أنه كل اللي صار أنه منتقلوا من احتلال الاحتلال أسوأ على الأغلب احتلال ما بيشوف فيهم حليف ولا صديق بيشوف فيهم أداة يستعملها وبجانب كثير قصص تروى في أوكرانيا قصص روايات تقرأها دائما بالأدب في تلك البلاد عن معاناتهم أثناء الحرب العالمية الثانية في قصة على جنب تفاصيلها غامضة إلى هذا اليوم كانت متعلق في مباراة كرة قدم اللي هي موضوعنا الإدارة العسكرية الألمانية لما وصلت شافت جزء من الشعب الأوكراني عم بتفاعل معهم وبتعاطف معهم وشافت جزء من الأوكران مستعدين حتى يتطوعوا بجيوشهم قالتك لازم ندمجهم أكثر اجتماعيا فينا الحل دوري كرة قدم تعالوا نعمل دوري كرة قدم بس دوري كرة قدم مش من الأندية الأوكرانية لأنه تم حل كل الهيئات والمؤسسات اللي موجودة في أوكرانيا لحظة الاحتلال كله مع السلام الآن بلد جديد تحت القيادة النازي الدوري كانوا بيشاركوا فيه الناس عبر هيئات جمعيات مخابز مصانع وأيضا مئمثلوا بعض الكتائب الألمانية وفي تلك الفترة كانوا الأوكران بلش يتذمروا خصوصا لما طلع قرار أنه كل الأوكرانيين ما بين عمر 15 وعمر الستين لازم يروحوا على المصانع والمعامل والمناجم ويشتغلوا عشان يمونوا الجيش النازي في عملياته العسكرية هون حسوا أنهم لازم يعملوا شي رياضي شي اجتماعي يدمجوا المجتمع ويشعرهم أنه القوات النازية جزء منكم خلال تلك الفترة كان فيه عدة لعبين بيلعبوا كانوا سابقا مع بينا مو كيف هذول الناديين انتهوا لأنه زي ما حكيت الجيش النازي قام بحلهم كانوا قد تحور يشتغلوا بأحد المخابز المسؤولة على توفير الخبز للجيش النازي قالوا خلونا نعمل فريق وقرروا يسموا هذا الفريق ستارت كان فيه تسع لاعبين سابقين من دينامو كيف وليكوموتيف كيف محترفين بيعرفوا يلعبوا كرة مش مجرد ناس عم بيشتغلوا في مخبز وحبوا يلعبوا كرة قدم الدوري ماشي طبيعي مرة الألمان بيفوزوا مرة بيخسروا فريق ستارت مبين أنه مميز أكثر من غيره لأنه لعبتم محترفين ثم جاء تاريخ 6 أغسطس 1942 عم بتواجه فريق ستارت مع فريق السلاح الجو الألماني والنتيجة بتنتهي بطريقة ساحقة 5-1 الفريق الألماني ما رضي ذلك على نفسه طلب إعادة وطلب تدعين من بعض اللاعبين اللي ما كانوا يشاركوا بتلك المباراة خصوصا لانشغلاتهم أيضا هم مجيش وبيحاربوا قاعدين بحاربة عالمية وبيلعبوا كرة قدم من فترة لفترة جاب لاعبين مختلفين بعد 3 أيام ولكن النتيجة ما تغيرت اتقدموا صح الفريق الألماني لكن في النهاية برجع ستارت ويفوز 5-3 القصة بدأت بعد 9 أيام تقريبا من المباراة يتم اعتقال أول لاعب من اللاعبين اللي بيفوزوا وبعد ذلك يوصل الاعتقالات لتسع لاعبين وخلال 6 شهور يتم اعدام أو وفاة 4 أو 5 لاعبين الأمور حتى الآن ما حدا بيعرف فيها الناس بتموت بكل مكان كانت للأسف بأوروبا وأوكرانيا لوحدها قدمت ما بين 10-12 مليون ضحية في الحرب العالمية الثانية بعد سنة بس الألمان عم بيخسروا الحرب السوفيت عم بيحرروا أوكرانيا أو عم بيستعيدوا أوكرانيا ثم يخرج الخبر لأول مرة في عام 43 على إيد صحفي اسمه لفكا سعيد بقول تم اعدام خمس لاعبين من دينامو كييف الصحفي ما ذكر السبب قال بس في لاعبين من دينامو كييف تم اعدامهم على الأيدي النازية الناس مجتمعيا شعبويا ربطوا الموضوع بقصة المبارتين الخمس واحد والخمس ثلاث واللي زاد من قناعتهم بذلك أنه بعد تلك المباراة بكم يوم ألغي الدوري تماما ولكن كان في سبب آخر عم بصير عم بساعد على إلغاء الدوري اللي هو أنه ألمانيا في تلك الفترة بلشت تخسر الحرب كانت عم تخسر معركة العالمين الأولى وتاب قبل فترة من خسارة معركة العالمين الثانية اللي غيرت شكل الحرب تماما زي ما بنعرف وقطعت خطوط الإمداد عليهم بمناطق كثيرة أيضا الألمان كانوا عم بيخسروا في روسيا وكانوا عم بيخسروا بعدة أماكن فكان مش وقت كرة قدم ارجعوا على الحرب يا جماعة وفي عام ستة واربعين صحيفة تاب على الاتحاد السوفيتي اسمها ستالينسكويت بتبث بأوكرانيا بتطلع بعنوان مباراة الموت وبتتكلم أنه اللاعبين تعون دينامو كييف تم إعدامهم عشان تلك المباراة لأول مرة يكون الكلام صريح ثم بدأت تطلع روايات وقصص وبعض المشاهد الدرامية والسينمائية اللي بتتحدث عن المباراة اللي أعدمت اللاعبين ثم بدأت تتغير اللهجة في 58 رواية بعنوان المباراة الأخيرة في تلك الرواية تم تصوير لاعبين دينامو كييف ولكوموتيف كييف على أنهم سوفيتيين منتمين للحزب الشيوعي رافضين الحكم النازي صمدوا وقاتلوا بطريقتهم الخاصة في الملعب فتم إعدامهم لأنهم عملوا هيك ما كان في أي رسالة أخرى عم توصل للعالم إلا هذه القصة لكوموتيف كييف دينامو كييف اللي عموا مباراة ضد فريق نازي هزموا مرتين غضبوا زعلوا راح في ضحايا فأصبح اسمها مباراة الموت تغيرت اللهجة السوفيتية بالستينات جاء رئيس اسمه بريجينيف مؤمن شوي أنه لازم نعطي زيادة معلومات على الناس السوفيت كان وقتها بالمعلومات بالقطارة معلومة معلومة زي المسلسلات التركية كل مئة حلقة عشان يتغير السنان فأيجا بريجينيف أعطانا معلومات أكثر وقالنا هذه المباراة كانت رمز المقاومة الأوكرانية للحكم النازي وهذه المباراة دليل أنهم اللي بيحكوا أنه الأوكران تعاونوا مع النازيين عشان يخلصوا من السوفيت مصصادقين وتم التوضيح أنه أربعة مش خمسة اللي أعدموا خلال ست شهور وفي عام 1965 قرر بريجينيف يعطي اللاعبين اللي توفوا ميداليات الشرف ميداليات الشجعة السوفيتية وأيضا اللاعبين اللي نجيوا اللي هم الخمس الآخرين أعطاهم ميدالية الشجعة رغم أنه في البداية السوفيت كانوا شكين فيهم ليش صحابكم ماتوا أعدموهم وإنتوا نجيتوا بلشت تطع روايات أكثر وأكثر اللاعبين رفضوا يعملوا التحية النازية وأصروا على نوع من الحركات السوفيتية في ذلك الوقت أو الإيماءات اللي بتمثل كأنهم بيسمعوا النشيد السوفيتي أيضا اللاعبين لبسوا أحمر عشان يمثلوا السوفيت وبكل بسالة القرارات ما توقفت لتخليد مباراة الموت عام 1971 ملعب زينة اللي أقيمت في اللقاء صار اسمه ملعب ستارت تخليدا لذكرى اللاعبين وتم عمل نصب وتماثيل لهذور الأبطال اللي لعبوا أمام النازيين وصمدوا أمامهم وقهاروهم وفي رواية غير مؤكدة كانت عم تنتشر بالأوساط السوفيتية والشعبية أنه والله يصار فيه مباراة تالتي بس مش ذاكرين تاريخها أيضا وخسروها أيضا الفريق الألماني وهون كانت المشكلة وأنهم اعتبروا ذلك تمادي بالإهانة وتمادي بالتحدي حتى الآن هذه القصة التالتة المباراة التالتة غير مؤكدة ما في حدا بتكلم فيها الأولى والتانية الجميع متفق أنهم صاروا تم إنتاج أربع أفلام سينمائية بدعم سوفيتي عشان يخلدوا القصة وفي عام 1981 الأمريكان والبريطانيين عملوا الفيلم اللي حكينا عنه بالافتتاح الجميع كان مصدق قصة واحدة رواية واحدة دينامو كييف بيهزم الفريق النازو بيدفع ثمن ذلك أروح لعبية هذه القصة أنا كنت مصدقها سنين طويلة عشان هي قلت لكم أصمدوا الأمور بتتغير القصة لها مخارج ومعاني جديدة طلعت جديد أنا كنت مصدقها وسائل إعلام العالمية كانت تنشرها وعربية إلا اليوم لسه بتكررها وبتنشرها لكن بعد ما سقط الاتحاد السوفيتي عام 1992 أوكراني أصبحت حرة لأول مرة راديو كييف بقرر يستضيف أحد الناجين اللي كان ممنوع يتكلمه تماما بالعصر السوفيتي لعب يطلع اسمه ماكار هون شارينكو ومفاجئ الجميع يقولهم هذه القصة مش زي ما أنتم شايفينها المباراة كانت طبيعية لا حكم غش ضدنا ولا الألمان أخذوا الموضوع بغضب كانت مجرد مباراة كرة قدم هذه التصريحات لفتت انتباه صحفي آخر اسمه جورجي كوزمن أوكراني دخل بالتفاصيل أكثر واكتشف أنه في شي غلط المباراة ما قتلت اللاعبين يبدو أن هناك أسباب أخرى حتى تلك اللحظة كانت في أصوات أوكرانية ممن سمعت القصة من آبائها أن المباراة كانت متوترة لكن كان في إجماع صامت وقتها أن المباراة مش هي اللي قتلت اللاعبين كوزمن في تحقيق الاستقصاء وصل لحقيقة قصة مباراة الموت هي فعليا مش مباراة الموت هي مباراة كرة قدم صارت مرتين فعلا وفاز الفريق الأوكراني فعلا وتم إعدام أربعة فعلا لكن المباراة ما كان فيها تحدي ولا كان فيها النضاء الأوكراني كانت مجرد مباراة كرة قدم لكن السوفيات حبوا يستعملوا القصة كبروباغاندا للتضحية في سبيل الاتحاد السوفيتي وللتأكيد أن الأوكران مبسوطين على هذا الاتحاد وبلشوا يطعموا أرخين أوكران أكثر وأكثر يقولوا الألمان ما كانت فارقة محهم كرة القدم وقتها إنها زيين كانوا عاملين هذا الشيء بس عشان يندمجوا معنا والموضوع بالنسبة لهم ما كان له علاقة ولا بفوز ولا بخسارة كان له علاقة بأحداث اجتماعية وشوي شوي بلشت تطلع شوية أوراق بتثبت أنه النازيين ألغوا الدوري نتيجة توترهم وتورطهم بالحرب ما عاد وقت لعب الآن وقت حروب وبعدين طلع شي غريب أكثر اللون الأحمر اللي لبسه فريق ستار ما كان اختياره وما كان تحدي للنظام النازي كان ببساطة النازيين أعطوهم قميص أحمر عشان يلعبوا ضدهم فالنازيين هم من اللي اختاروا اللون ما كان رمز للمقاومة ثم تجرأ الناس أكثر وأكثر يتكلموا الناس ما كانت تحاول توضح بعض جرائم النازيين لفترة طويلة عشان ما يتنفهموش غلط لكن طلعوا مؤرخين أوكرانو قالوا خلينا نوضح شيء مهم للناس اللي ما بيعرفوه دين أبو كييف كان نادي محسوب على الشرطة الأوكرانية ولعيبته كانوا كلهم معهم رتب بالشرطة وفعلا تم اعتقال تسع لعيب وتم وفاة أربعة منهم لكن في 10 ل 12 مليون دفعوا أرواحهم في سبيل هذه الحرب وفيه بسبب هذه الحرب وفيه كثير ناس اعتقلت واعدمت بدون سبب وظلما لمجرد انها كانت موظفة حكومية في النظام السوفيتي وعلى الأغلب اللاعبين تم اعدامهم لهذا السبب مش عشان فازوا بمبارات كرة قدم ثم جاء مؤرخ اسمه فلاديمير هيوندا قال لك تعالوا نتأكد انه الألمان ما كانوا يزعلوا على كرة القدم مسك الجرائد اللي كانت تنتشر في العصر النازي بأوكرانيا يعني بإشراف نازي مباشر عالصحف فلقي في 111 مباراة مذكورات بهذا الصحف لقي الألمان خسرانين 60 وفايزين 36 بس والباقي تعادل قال لك لو هذا النظام النازي اللي ممنوع حدا يتكلم عنده كان فعلا فارقة معا كرة القدم كان لما يخسر ما رح ينشر بالصحف ثم اطلع كلام من حدا مسؤول أوكراني نائب خدمات الأمن الأوكرانية فلاديمير بريستايكو بيطلع بيقول نعم تم اعدام لاعبين من دينامو كيف لكن لم يكن السبب تلك المباراة ما كان في شي اسمه مباراة الموت المصيب الأكبر أنه ثبت أن اللاعبين اللي نجيوا من التسعة تم وضحهم بالإقامة الجبري أو منحهم يصبحوا إعلاميا من قبل السوفيت يعني نص أعدموا النازيين ونص عاقبوا السوفيت لأنه نجي وعشان هيك الأوكران دائما بظلهم يحكوا إحنا دفعنا ثمن نظامين شموليين منهم مش علاقة فينا خلال حرب كل طرف منهم كان يشوق فينا ويعتبرنا عدوه متحلفين ضده فيتم القتل والتعذيب بشكل غير إنساني أبداً وفي عام 2012 جميعنا بنذكر اليورو كان في أوكرانيا بي بي سي قامت بتقديم فيلم وثائقي بشرح عن مباراة الموت شو كانت حقتها شو كانت قصتها استضاف أشخاص كثير من اللي اطلعوا من اللي دوروا من اللي أرخوا وجميعهم تقريباً اتفقوا على وجود تلك المباراة بستة أغسطس ثم إعادتها بتسعة أغسطس وإن هالمباراة فعلاً ربما جرحت كبرياء النازيين لكنها أبداً ما دفعتهم لإعدام الناس هذولا كانوا أصلاً في بالهم هيعدموهم لأنهم حاسوبين على النظام الآخر لكن رغم هذه القصة اللي صارت تحاول تبين لك إنه ما في شي من النازيين طلح كاتب آيرلندي اسمه كيث داكل كتب The Irish Times مقال أيضاً حاول اليور 2012 مقال كانت فكرته جميلة أنا حلخصو لكم إياه قال إحنا عارفين إنه قصة مباراة الموت عمرنا ما حنعرف حقيقتها مين الصح مين الغلط ما رح نعرف لأنه صارت الأنظمة العالمية تنشر بروباقاندا في كل مكان واحد بده يبين إنه الأوكران قاوموا والثاني بده يبين أن الأوكران كانوا مبسوطين ضد السوفيت لكن كتب داكل بيقولك انسوا لي كل هاي القصة فيه بالأخير تسع لاعبين لعبوا مباراة إعادة ضد النازيين اللي طلبوا يعيدوا المباراة ورغم ذلك لعبوها وفازوا هؤلاء أبطال هؤلاء في قمة الشجاعة اللي بيلعبوا ضد جيش كان محتل نصف عواصم أوروبا وبدوا ما يخافوا منه وبيلعبوا كرة قدم من أجل كرة القدم والمؤرخة ماريا شيف شينكو في وثائق بي بي سي نفسو عم تطلعوا بتقول المباراة حدثت هذا لا نقاش فيها وأعيدت لا نقاش في ذلك لكن ليس هناك أي دليل بيقول إنها ارتبطت بموت اللاعبين لكن الناس بحبوا الأساطير بحبوا القصص البطولية الناس خلقت روبين هود وعمره ما كان موجود الألمان في السبعينات بلشت توصلهم أخبار مباراة الموت كثير قالوا خلونا نحقق نشوف هالنازيين شو هببوا في الماضي تعالوا نشوف لكن السوفيات قالوا لهم لا ما نعطيكم لا وثائق ولا ملفات فالألمان قالوا لهم مش هتتعاونوا مش هنحقق بألفين واثنين الأوكران دفعوا مرة تانية خلونا نشوف شو صار بهذه القصة لو سمحتوا الألمان حققوا حاولوا بس معظم الناس اللي كانوا معصرين توفوا فما كان في أدلة لكن دوروا قدمة عندهم فوسطوا بعام 2005 لشيء ما فادوا مش قادرين نربط وفاة اللاعبين هدول في المباراة في زمن كان الكل معرض في يموت في أوروبا وفي تقرير الها نيويورك تايمز بتوصف تلك المباراة بالمباراة اللي عمرنا ما راح نعرف حقيقتها هل فعلا كانت هي سبب الموت كما يقول السوفيت أم كانت سبب الموت تاحهم إنهم اللاعبين كانوا مرتبطين بالحكومة السوفيتي قبل ذلك كما يقول الغرب حاليا قصة مباراة ما حدا بيعرف حقيقتها وزي ما حكيت نيويورك تايمز في إحدى المقابلات إلها وتقاريرها كانت عم بتقول هذه المباراة ما حدا عم بيعرف حقيقتها وبتروح تتقابل أحد رؤساء رابط المشجعين في دينامو كييف واللي اسمه كيرالي بويكوف واللي بيقولهم احكوا اللي بتكم تحكوه فكروا باللي بتكم تفكروا إحنا مشجعين دينامو كييف ومنفخر بذلك الفريق اللي يخذ ذلك اللقاء ونحن نصدق الأسطورة لأنه ما عندكم أي دليل ينفي وقوع أسطورة الضحايا في سبيل الفوز بكرة القدم وللعلم أوكرانيا في يورو 2012 بلشت تطلع قصة مباراة الموت كثير منعت الأفلام القديمة السوفيتية تنبث وأي أفلام جديدة جاي من روسيا لها علاقة بالقصة لأنه ما بدها تدخل مرة ثانية في المتاهة السياسية متاهة البروباجاندا بروباجاندا الأمريكاني اللي كانت قائمة عن ديمقراطية وحقوق الإنسان وحتى الآن مستمرة بهذا الشكل لكن بروباجاندا السوفيت دائما كانت مرتبطة بوجود شخص ضحى بنفسه من أجل مبادئ السوفيتية ومن أجل كلمته دائما كان فيه لازم شهيد يبنوا علي الأمجاد وبعض الشهداء أصلا ما كانوا موجودين أشخاص على الأقل في قصتنا الأبطال موجودين فعلا وتم إعدامهم فعلا من قبل نظام وحشي لا نقاش بوحشيته النظام النازي ويبقى فعلا لو تيجي تتخيلها كلام الصحة في كثر آيرلندي كان منطقي مين بدينع ضد النازيين ويفكر يفوزي أخي يعتقونا بس بشان الله بعدو عننا وقتها كان الكلام ما هيكوحوش قصة مباراة الناس صدقتها 50 سنة رويت كتبت في كتب تلقاها بكتب تلقاها بقصص تلقاها بالروايات الروسية والأدبية لما تقرأها حتى الآن تغيرت الصورة أصبحنا مش عارفين هل كان فيه مباراة موت أم كان فيه مجرد مباراة كرة قدم لكن بكل الأحوال كانت مباراة استخدمت بالأساس سياسيا من النازيين عشان يدمجوا الأوكران ثم من السوفيت لتبيين التضحية الأوكرانية ثم من الغرب عشان يقولوا السوفيت كانوا كذبين بروايتهم بالنهاية ضاعت الحقيقة وما حدا عرف شو صار في اللاعبين وليش صار فيهم هيك لكن تبقى كرة القدم بتوري قدش هي مؤثرة تبقى كرة القدم بتوري قدش ممكن تقلق حروب فكرية وإعلامية بدون ما نحسه بدون ما نشعر تبقى كرة القدم أكبر مما يعتقدون واللي أمنت أنا الحمد لله لكم الجزء الثالث مجانا الآن بيدي أف تقدر تروح حسابي بتويتر وفيسبوك وبتلقوا الرابط وبتشوفوها براحتكم أو حتى بالتاب تبع الكميونيتي اللي موجود في اليوتيوب موصل هنا نهاية هذه الحلقة كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر وإنستغرام والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة